اهلاً ومرحباً بكم إلى حدث اليوم نناقش فيه ملفات ورد حتى هذه اللحظة قصتنا الأولى من اليمن وفي تفاصيلها تعزيزات عسكرية نحو محافظة الحديدة الجيش يتقدم نحو جبهتين وتحالف دعم شرعية يتمركز أمام سواحل المحافظة قصتنا الثانية من أنقرة وفي تفاصيلها تركيا تغازل مصر وتعلن السيناف الاتصالات الدبلوماسية معها القاهرة تضع شروطاً وتطالب باحترام مبدأ السيادة قصتنا الثالثة من العراق وفي تفاصيلها تحت غطاء تهجير الطائفي مجزرة بحق ثمانية أفراد من عائلة واحدة بمحافظة صلاح الدين والبرلمان يطالب بلجنة تحقيل قصتنا الرابعة من ليبيا ونناقش في تفاصيلها الحكومة تعلن استلام مهامها الأسبوع المقبلة الاتحاد الأوروبي يطالب بانتقال سريع للسلطة ويهدد المعرقلين بالعقوبات تطورات عسكرية لافتة عنوانها الحديدة مع المعلومات التي حصلت عليها الحدث من مصادر خاصة تفيد بإرسال الجيش اليمني حشوداً إضافية إلى جبهتين في الحديدة وأفادت المصادر أن تحالف دعم الشرعية أرسلت عزيزات عسكرية بحرية نحو سواحل الحديدة يأتي ذلك فيما أصوات الرصاص وأدوي الانفجارات ما تزال مسموعة في مأرب رغم دعوات التهدية ومعها محاولات مستميتة من ميليشيا الحوثي للتوغل داخل المحافظة لكن كل تلك المعلومات والمحاولات فشلت حتى الآن مدفعية الجيش الوطني وطيران التحالف تحالف دعم الشرعية شنت قصفاً مركزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وذلك في مختلف جبهات القتال غرب محافظة مأرب مصادر عسكرية أضافت أن طيران التحالف دمر معدات قتالية وتجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان كما دمرت مقاتلات التحالف بغارات أخرى عربات مدرعة كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيا الحوثية وذلك في جبهة صرواح وبالتوازي مع ذلك أكدت مصادر ميدانية عسكرية أن قوات الجيش الوطني نفذت خلال الساعات الماضية عملية هجومية مباغدة وذلك لاستعادة عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة غرب البلاد والتي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي طائرة حمدتها الله أكبر الله أكبر رجال والله رجال فجر أبوه قفو 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 فجر أبوه فجر أبوه كانت جاية تكسف زولة هذه الطائرة بعد تفجيرة هذه صمات خرطي سلم الجيش اليمني للصليب الأحمر الدولي 14 طفلا تم أسرهم في جبهات مأرب وهم يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي وذلك تمهيدا لإعادتهم إلى أسرهم المصدر أوضح أن الأطفال الذين تم تسليمهم على دفعتين جرى نقلهم من مطار سيئون إلى عدن لتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلهم إلى صنعاء وإعادتهم إلى أسرهم وأضاف أن هذه العملية تكشف حجم المأساة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال وزجيبهم في جبهات القتال من دون مراعاة واحترام لأبسط حقوق الطفل والقوانين الإنسانية المتحدث هو باسم الصليب الأحمر الدولي يشير إلى أن الصليب الأحمر أشرف على نقل الأطفال من مأرب إلى صنعاء بعد أن تم أخذهم من مكان إقامتهم من مؤسسة الشؤون الاجتماعية في مأرب والتأكد من سلامتهم وصحتهم إعلان النفير العام والتعبية العامة ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد حتى استكمال تحرير المحافظة ثانياً الانتقال بالمحافظة بما في ذلك الكيش الوصني والأجهزة الأمنية والاقتصاد والسياسة والإعلام إلى حالة الحرب وعلى جميع التكوينات الرسمية والقيادة العسكرية والأمنية والمدنية القيام بحجة كل الإمكانات المحافظة المادية والبشرية وتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لدعم وإسناد معركة التحرير ترجمة نانسي قنقر قتال ونفير عام وتقدم في جبهة تعز الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع مهمة في مقبن وجبل حبشي غرب محافظة تعز بعد التحامه بتشكيلات من القوات المشتركة المنتشرة في مناطق الساحل الغربي لمحافظة تعز وأفادت مصادر الجيش بأن المعارك متواصلة باتجاه منطقة البرح لفتح الطريق الرئيسي الرابط بين تعز والحديدة من جهة الغرب ورفع الحصار عن المدينة وأشارت مصادر للجيش اليمني إلى أن الميليشيات الحوسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية موضحاً أنه تم اغتنام معدات وذخائر خلفتها تلك الميليشيات التي لادت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيها ضربات موجعة وبالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في تعز أعلنت السلطات المحلية النفيرة العام ودعت من وصفتهم بالمغرر بهم من المنضمين إلى صفوف الميليشيات دعتهم إلى العودة إلى ديارهم والانضمام إلى الجيش الوطني لاستكمال طرد الحوثيين من محافظة تعز كما حثت الوحدات العسكرية على موصلة عملياتها والالتزام بكافة القواعد المنصوص عليها في القانون الإنساني والدولي خلال العمليات العسكرية وتجنيب المدنيين أي أضرار ملوك الشيخ الحدث اتهم المبعوث الأمريكي الخاص في اليمن تيموثي لندر كينغ ميليشيات الحوثي بيعطاء يولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب وأشار إلى أن خطة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على قيادة الحوثيين مشيرا إلى أن بلاده تنتظر مؤشر استجابة من الحوثيين للخطة الجديدة لوقف إطلاق النار وحذر أنه من دون إحراز تقدم في ذلك سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر لندر كينغ أشار بجهود السعودية قائلا إنها تقدم الدعم الكامل للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في اليمن المبعوث الأمريكي أكد أن هناك أهمية بالغة لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن وللحفاظ على قدرة البنك المركزي على السادات وأضاف أن بلاده أعادت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن وفي سياق متصل قالت مسؤولة إغاثة أمريكية إن واشنطن قلقة بشدة من العواقب الإنسانية لهجوم الحوثيين على مأرب وإنه على الحوثيين تنفيذ التعهدات بإنهاء التدخل في شحنات المساعدات التي ستخضع لرقابة أمريكية للتأكد من الامتثال هذا ما تم السيطرة على اليوم الفندق في سوق البدح في مديرية عبس بطوليات عظمى هذا وطلب وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك بممارسة الضغوط على النظام الإيراني لوقف تدخله في اليمن وسعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والذي بحث معه تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الهادفة إلى تحقيق السلام وسعادة الأمن والاستقرار بن مبارك قدر الدعم السياسي والإنساني الأوروبي لليمن ومساعي المساعدة في إحلال السلام مشيرا إلى أن الطبيعة الشمولية والعنصرية والعدوانية لميليشي الحوثي تمثل تهديدا خطيرا لمستقبل اليمن والمنطقة ينضم إلينا من مأرب رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمنى العقيد يحيى الحاتمي مرحبا بك سيادة العقيد ثم التعزيزات باتجاه الحديدة ولكن في البداية أسأل عن مأرب وتفاصيل المشهد العسكري اليوم الأمور تتغير خلال لحظات أسعد الله مساءك أستاذ وكل مشاهدي القناة الكرام بالتأكيد معارك مارب هي طبعا المعارك الأكثر أهمية في الساحة العسكرية أو في مسرح العمليات العسكرية على مستوى الساحة اليمنية الكامل فمارب هي الآن محور الارتكاس في كل العمليات العسكرية وفي مسرح العمليات النوعية حيث أصبحت الآن الميليشيات الإرهابية في انهيار تام جراء الضربات وجراء الكمانة التي تلقتها من أبطال الجيش الوطني والمسنودين بالقبائل وبطيران التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي كبدهم خسائر كبيرة جدا في العتاد والأرواح خاصة خلال 24 ساعة الماضية والتي تجاوزت دبابتين وثلاث عربات بي تي آر وعربتين بي وكذلك 23 طقم عسكري محمل بكامل عتاد العسكري بالإضافة إلى نفوق عداد كبير جدا من قطعان هذه الميليشيات الإرهابية في جبهات مأرب الغربية بالذات والجنوبية والتي شهدت خلال 24 ساعة الماضية معارك حامية الوطيس في عمليات نوعية للجيش الوطني كانت المبادرة ومسرح العمليات كان يجيره أبطال الجيش في الميدان وكانت الكرة بيد الجيش الوطني هو من ينفذ العمليات ومن ينفذ الكمائن وهو من ينفذ الاسنزاف الكبير لهذه الميليشيات في جبهتي سرواح والمخدرة وكذلك المشجح وهيلان والكسارة التي كسرت ظهر هذه الميليشيات الإرهابية لأنها حاولت أن تقتحم من هذه المنطقة وحاولت أن تجبر الجيش على فتح ثغرة من هذه المنطقة لصالحها ولكنها فشلت فشلا ذريعا حيث كانت قوات الجيش الهاب المرصاد وحيث مساندة قوية من طيران التحالف خلال 24 ساعة الماضية استطاع في جبهة الكسارة هناك حصد الكثير من الحشود التي أتت إلى هذه الجبهة لتعزيز الميليشيات الإرهابية وكانت عملية فاشلة بكل ما تعنيها الكلمة لهذه الميليشيات إذا سمحت لي سيادة العقيد نأتي على الحراك الذي قبل قليل بدأت الأخبار تأتي من جبهة الحديدة ثم التعزيزات إلى هذه الجبهة ثم التحرك نريد أن نفهم ما الذي جرى خلال الساعات الماضية بالنسبة لهذه الجبهة بالتأكيد أستاذ والجميع يعرف أن الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران وبالتخطيط إيراني وبالتكتيك من المجرم الإرهابي الجنرال حسن إيرلو ظنت أن عملية مأرب ستكون العملية القاصمة للشرعية واستغفلت أن تكون هناك ملثات وأوراق أخرى بيد الشرعية مدعومة من التحالف العربي قيادة المنوات العربية السعودية الشرعية والتحالف استدرجة الميليشيات الإرهابية ومن خلفهم إيران إلى فخ كبير جدا لا يمكنها الخروج الميليشيات الإرهابية استغفرت أن هناك أكثر من منطقة وأكثر من محور عسكري وأكثر من مسرح عمليات عسكرية موجودة على الساحة اليمنية قامت بالتركيز على مارب وكان هدفها مارب لأنها كانت تعتبر أن معركة مارب هي معركة الفاصلة وأنها إذا استطاعت أن تحقق أي انتصار في محافظة مارب فإن الشرعية ستنتهي وستكون التحالف والمملكة العربية السعودية في وضع حارج وستكون موقف إيران التفاوضي أقوى في الملفات القادمة وسيكون للميليشيات أهداف وأطماع كبيرة جدا في المناطق الغنية بالنفط وكذلك المناطق الجنوب والسيطرة على الموانع والممرات الدولية المائية لليمن لكن التحالف والشرعية كانت لهم خطة أخرى واستطاعوا أن يستدرجوا هذه الميليشيات إلى الفخ والكمين استطعنا أن نستنزف الميليشيات في مارب استنزاف كبير على مدى أكثر من شهر تم تدمير أكثر من 60% من عثادها البشري والعسكري وملاكها البشري بالكامل والسدراجة للمحرقة ثم كانت الكمائن في الظالع بدأنا في الظالع ثم انتقلنا إلى معركة إلى ضربة نوعية في تعز وما زالت العملية النوعية في تعز اليوم انتقلت المعركة منذ صباح الفجر إلى حجة وكان هناك ضربة قاضية وكان هناك هجوم مفاجئة لأبطال الجيش في منطقة عبس استطاعوا أن يصلوا إلى الخط الدولي وحرروا مناطق كبيرة جدا واستطاعوا أن يلقنوا الميليشيات الإرهابية درسا كبيرا جدا وما زالت العملية مستمرة الليلة ومنذ أقل من ساعتين إلى ثلاث ساعات وصلت تعزيزات إلى محافظة الحديدة في عملية جديدة سترهب الميليشيات الإرهابية وستكون إن شاء الله القاصمة الميليشيات اليوم منهارة ما يحصل اليوم هو الدليل على أن هذه الميليشيات أوهن من بيت العنكبوت وأنه بإمكان القوات اليمنية والجيش اليمني إزالتها من الساحة اليمنية بشكل كبير جدا ونهائي بدون دعم أي مجتمع دولي وبدون التحلل من الضغط الدولي الذي كان جاثما على ظهر الشرعية والتحالف على مدى خمس سنوات وفي محاولة إبقاء الميليشيات الحوذية في مكان أفضل أو في محاولة ترتيب أوراقها اليوم بإذن الله العملية محسومة وإذن الله الجيش وقيادة الدولة القيادة السياسية وقيادة العسكرية في اليمن عازمون على إنهاء هذه الميليشيات من أرض اليمن وإشتاثها بالكامل بدعم وإسناد قوي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى سيادة العقيدة جمهة الحديدة تعرف أنت في الماضي عندما تقدم الجيش الوطني اليمني إليها كان هناك تدخل أممي بسبب إنساني كما قال المبعوثون الأمميون وكذلك بعض المسؤولين الغربيين اليوم الجيش يتقدم وهناك تعزيزات وصلت إلى الحديدة الخطة الموضوعة هي الوصول إلى قلب الحديدة تحرير هذه المدينة خاصة وأن كل السلاح يأتي إلى الميليشيات عبر ميناء الحديدة بالتأكيد كانت المرحلة السابقة كانت مرحلة ضغط شديد جدا من قبل المجتمع الدولي وكما ذكرتم بحجة الدواعي الإنسانية وكذلك الملفات الإنسانية والوضع وكذا وإلى آخره من هذه الترهات اليوم العالم اكتشف أن هذه الميليشيات لا ترعى عهدا ولا ميثاقا وليس لها في قاموس السلام أي ذرة من إنسانية الميليشيات الإرهابية لا تعرف إلا الحسب ولا تعرف إلا القوة ولا تؤمن إلا بالقوة ولا شعرها هو الموت والدمار والخراب ولا يمكن أن ترضخ لسلام أو تجنح إلى السلم إلا بالقوة العسكرية المجتمع الدولي أعطيت استوكل ما الآن أكثر من سنتين ولا يحقق أي إنجاز بالعكس البعثة الدولية الآن يأست من الميليشيات الإرهابية ويأست من الحوثي لأنها لا ترعي عهدا ولا سلاما اليوم المعركة لا بد أن تكون حاسمة وخاطفة بإذن الله ستستمر اليوم بدأت منذ أمس بالتأكيد منذ أن زحمت قوات محور تعز بقوات الساحل الغربي سيادة العقيد جبهة تعز قوات المشتركة بالتحرك فعليا الآن في محور الحديدة سيادة العقيد جبهة تعز مأرب الحديدة وكذلك الجوف إلى أي حد هذه الجبهات التي فتحها الجيش اليمني ستساهم بتشتيت ميليشيا الحوثي وعدم تركيزها وبالتالي وصول المؤسسة العسكرية اليمنية إلى ما تبتغيه أشكرك أستاذ سؤال مهم جدا جدا هذه المعركة وهذا كان الهدف الأكبر في هذه الفترة الماضية بالذات هو استدراج الميليشيات الإرهابية إلى هذا الكمين إلى التشتت وإلى مصادرة قوتها وتمزيق أوصارها وكذلك إرباك ستفوفها الميليشيات كما يعرف الجميع ركتت أهدافها على مارب ونحن استدرجناها بطريقة سيناريو محترفة وخطة عسكرية محترفة استدرجناها إلى الكمين وعطيناها الغرور لكي تشعر بالنشوة وتحشد كل ما لديها من بقية الجبهات إلى جبهات مارب لأن جبهة مارب كانت كم أشاء التي قضت عليها بعدها تلقت الضربة القوية في مارب اليوم ما يحصل في المعارك من انتصارات كبيرة في تعز وفي الساحل وفي الحديدة عفوا في حجة وكذلك الآن في الضارع هي أكبر ذلك على أن الميليشيات الإرهابية تلقت ضربة قاضية وأنها مربكة وسحبت كل قواتها من بقية الجبهات حتى تحشدها إلى مارب وتحقق أي انتصار في مارب ظننا منها أن مارب ضعيفة وأن ذا المملكة قد ربما تخلت عن الجيش الوطني وعند الحكومة اليمنية من نظرة الدعم أو الضغط الدولي الذي يمارس على قوات التحالف وعلى المملكة العربية السعودية بالذات في ملف الحرب على اليمن من أجل إخبار السلام اليمن والمملكة كانت وما جالت مع السلام العادل لكن الميليشيات الإرهابية لا تعرف السلام طريقا ولا تعرف إلا القوة واليوم المعركة هي معركة القوة وبإذن الله المؤسسة العسكرية والقيادة العسكرية اليوم هي من تدير مسرح العمليات وهي من تنفذ الكماء في مختلف الجبهات وبالأيام القادمة القريبة جدا ستفتح جبهات أخرى من حيث لا تتوقع الميليشيات الإرهابية وستكون الضربات القاضية بإذن الله نهاية أو بداية لنهاية هذه الميليشيات التي لا بد أن تمحى من أرض اليمن للتخلص من هذا السرطان الخبيث لأن الميليشيات هذه لا تؤمن باليمن ولا تراعي مصالحة وإنما هدفها وكل ما يعنيها هو أن تتلقى أوامرها من ساداتها في قم هذه الميليشياتهم جرد عبيد لمن؟ لأبناء الفرس شكرا جزيلا لك من مأرب رئيس قطع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني العقيد يحيى الحاتمي اتهم السفير بريطانيا لدى اليمن مايكل أرون الحوثيين بالتسبب في مقتل عشرات اللاجئين الأفريقيين الذين كانوا محتجزين في سجون ميليشيات الحوثي وهي أحدى السجون في صنعاء والسفير البريطاني قال إن الظروف غير الإنسانية للمهاجرين بما في ذلك خلق الظروف المقتضة في مركز المهاجرين هي التي أدت إلى الخسارة الفادحة في الأرواح وأكد أرون على ضرورة أن يغير الحوثيون سياساتهم تجاه المهاجرين وأن يوفر لهم الكرامة الأساسية التي يستحقونها قائلا إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك الوكالات الإنسانية بحاجة إلى وصول فوري وغير مقيد إلى الموقع والمصابين ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به بما في ذلك حصر كامل القتلى والجرح في هذه المجزرة في المقابل قدم القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا يحيى الأرياني لرئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية شرحا كاملا حول جريمة إحراق عدد من المهاجرين الإثيوبيين في سجن الجوازات بصنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وأكد الأرياني مسؤولية الحوثيين عن جريمة الأحراق بشهادة مواطنين إثيوبيين ناجين من الحريق من القاهرة ينضم إلينا عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة أشؤون القانونية وحقوق الإنسان مرحبا بك أستاذ عصام هناك كثير من التفاصيل تأتي فيما يخص التعامل مع هؤلاء المهاجرين من قبل ميليشيا الحوثي آخر الأخبار الوردة في هذه القضية وإلى أين وصلت المسائل فيما يتعلق بأنه من الممكن كان يراد تجنيد هؤلاء في القتال وهم رفضوا وبالتالي تمت هذه العملية عملية إحراقه بالطبع أخي العزيز هذا الملف وهذه القريمة الكبيرة التي عدانها المجتمع الدولي وكذلك المحلي طبعا ما زالت ميليشيات الحوثي تقوم بعملية ملاحقة واحتجاز لللاقيين وبلغ أكثر من ألفين محتجز حتى هذه اللحظة داخل هناغر غير مؤهلة تابعة للهجرة وكذلك ما زالت ميليشيات الحوثي تقوم بعملية إرقاع حتى من يتماثلون للشفاء إلى هذه الهناغر بالطبع ميليشيات الحوثي قامت بعملية رمي الغنابل الحارقة على اللاقيين الذين نفذوا إضرابا منذ أيام عن الطعام ودخل عدد من هولاء اللاقيين في شجار مع أحد الحراس الذي كان يقوم بعملية استخدام العنف على هولاء اللاقيين وبالتالي تم استدعاء عدد من القوات الأمنية والعناصر الحوثية الذين قاموا بالفعل بعملية إرما هذه القنابل وإطلاق الرصاص الحي بالهواء ومما أدى إلى حراق هذه العدد من الفرشان وسبب هذا الحريق إلى عمليات اختناق ومقتل حوالي 60 شخص وإصابة أكثر من 200 ميليشيات الحوثي ترفض حتى وصول المساعدات الإقاثية إلى هذه الهناغر وتشترط هذه الميليشيات وصول هذه المساعدات بدفع تكاليف العلاق وحتى سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف وتطلب مبالغ كبيرة جدا من منظمة الهجرة الدولية ومن الفرق الإقاثية لقيمة هذه المحاليل والأدوية ميليشيات الحوثي لم تلتزم للنداءات الدولية ولا حتى لوصول هذه المساعدات والسماح لهؤلاء اللاجئين بالتنقل وحرية التنقل ولكنها تقوم بعملية ملاحقة آخرين وحتى وإن وجدت لديهم تصاريخ طيب نعم هي كيف تتعامل مع هؤلاء المهاجرين أستاذ عصام تطلب من بعضهم القتال في جبهات مفتوحة الآن تستميل بعضهم بالأموال أو إلى ما هناك نريد أن نعرف ما تفاصيل هذا الموضوع طبعا هذا الملف تقوم فيه ميليشيات الحوثي في عملية تجنيد كبيرة للأفارقة مقابل خمسين إلى مئة دولار تقوم بعملية الزج فيهم في الصفوف الأمامية والبعض الآخر كحمالين والبعض الآخر يقوم بعملية إيصال المؤن والقدال للمقاتلين هذه الميليشيات طلبت حتى من من لديهم تصاريخ بالذهاب للقتال إضافة للذين لم يجد لديهم تصاريخ بدفع مبالغ مالية كبيرة لقادة وعناصر الحوثية ومشرفين الحوثيين طبعا هناك عدد من الأفارقة واللاقيئين والأثيوبيين ممن تعرضوا للموت والقتل نتيجة مشاركة في العمال العسكرية ميليشيات الحوثي تستخدم بسبب النقص الكبير لعدد المقاتليها ورفض وعزوف الكثير والمئات والآلاف من اليمنيين في القتال في صفوفها تقوم بعملية ابتزاز هؤلاء اللاجئين للمشاركة في القتال طيب يعني العدد ليس قليل نحو مئتين وسبعين ألفا من هؤلاء هم موجودون الآن في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية يا أستاذ عيصاب إذا كان من لا يقاتل مع هذه الميليشية يكون مصيره هكذا كيف يمكن للمنظمة الدولية أن تسكت على كل هذا بالطبع لا يوجد هناك شفافية في التعامل مع هذا الملف حتى من الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نحن تلقينا الكثير من الاتصالات على مدى الأيام الماضية من شهود عيان ومن ناقين أكدوا مسؤولية ميليشيات الحوثي وتعمد هذه العناصر الأمنية إحراق هذا الهنجر وحتى الهنجر بطبيعته غير صالح للاستخدام وغير مؤهل تماما وبالتالي السكوت هذه الفترة الكبيرة على مكان وعلى معتقل كبير أخي العزيز نحن بلادنا وقعت على اتفاقية 1951 وكذلك البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين وكذلك تتماشى مع إعلان وبرنامج دايربان كل هذا يسمح للاجئين حرية التنقل وكذلك فتح مراكز استقبال رسمية لكن ما يحصل لدى الميليشيات بأنها ترفض تماما التعامل مع هذه الاتفاقيات ومع هذه المبادئ التي وقعتها بلادنا شكرا جزيلا لك من القاهرة عصام أشاعري مدير عام المنظمات وتقارير الدولية بوزارة الشئون القانونية وحقوق الأنسان حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا أردوغان يؤكد رغبة بلاده في استئناف التعاون الاستخبارتي والدبلوماسي والاقتصادي مع مصر يزداد مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظة والأرقام تتضاعف كل يوم ما هو مصدرك الإخباري على هذه المواقع؟ الحدث مصدرك الإخباري الأسرع والأكثر دقاء لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث ورحلات الهلوب والخوف مشاهد أكبر من القطرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعادتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أعلم بكم من جديد قال وزير الخارجية التركي إن بلاده استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر للمرة الأولى منذ قطع علاقاتهما في 2013 وقال تشويش أوغلو إن بلاده لديها اتصالات مع مصر على مستوى أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء المصرية عن مصدر رسمي أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استناف الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا وأشار المصدر إلى أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطراف والأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين البلدين وبين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي وأشار إلى أن مصر تتوقع من أي دولة ترغب بإيقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أن الاتصالات مع مصر ليست على أعلى مستوى لكنها دون ذلك بقليل على أي حال سيكون هناك تعاون استخبرتي وديبلوماسي واقتصادي بشكل مستمر يحدون الأمل أن نواصل اتصالاتنا مع مصر بشكل أقوى فطالما أن هذه المحادثات الاستخباراتية والديبلوماسية والسياسية ستثمر سوف يكون بوسعنا نقلها إلى مستويات أعلى لأنه من غير الوارد فصل الشعب المصري والتركي ينضم إلينا من إسطنبول المحل السياسي والاستراتيجي جيواد جوك مرحبا بك سيد جيواد ما أتت عليه الرئاسة التركية اليوم وكذلك كلام وزير الخارجية هل هو رسالة إلى مصر أو رسالة إلى الداخل التركي الذي قال فيما سبق بأن الرئيس أردوغان خرب علاقات تركيا بدول المنطقة تحية لك ولمشاهدين الكرام ليست مناورات سياسية ولا خطابا للداخل بصراحة هذه رسالة متينة إلى دولة مصر الحبيبة بالنتيجة تقريب العلاقات من قبل الحكومة التركية باتت خسارة لخانة تركيا والحسابات الخارجية التركية باتت غير ناجحة بصراحة لم يبق لنا جار في المنطقة بشكل عام في شرقي المتوسط ولهذا السبب كان من الضروري أن يقومون بتأسيس العلاقات مع دولة مصر كنا نقول هذه الكلمة ليس جديدا عبر قناتكم الكريمة سنين عديدة قلنا على الحكومة التركية أن ترجح مصحة البلد إلى مصحة الإخوان أو مصحة الحزب والأيديولوجيات المتطرفة وهذه هي النقطة التي وصل إليها الآن رسالة لتأسيس العلاقات مرة جديدة حزب العدالة والتنمية تذكر يا سيد جواد كان يتبنى سياسة أحمد داود أوغلو عندما قال صفر مشاكل وصلت الحال في تركيا إلى صفر أصدقاء صفر جيران طبعا كلها مشاكل الآن مثلا بدءا من سوريا إلى مصر إلى دول أخرى في المنطقة لم يبقى لنا جار في شرقي المتوسط المشاكل مع اليونان فيه افتفاهم يعني بالنتيجة نحن نعرف أن المشاكل بيننا وبين اليونان لا تنتهي أبدا لكن لماذا مع مصر دولة مصر مكانتها واضحة جدا دورها في ليبيا مثلا في سوريا وبوابة للعلاقات التركية العربية ممكن أن تكون وسيط بيننا وبين الإمارات بيننا وبين المملكة العربية السعودية لماذا أخذتم موقف سلبي من هذه الدولة لماذا تدخل في شؤون مصر الداخلية الشعب المصري هم صاحب القرار لكن الحكومة التركية عبر الأيديولوجيات عبر المواقف المعروفة أخذوا لكن بالنتيجة يرجعون عن أخطائهم السابقة ويأتون إلى مواقف إيجابية من دولة مصر هذا الذي نرحب بها ونرحب لتأسيس العلاقات بيننا وبين مصر أيضا داخليا المعارضة كانت تشدد على ضرورة تأسيس العلاقات وهم نادمين عن مواقفهم السابقة لكن صفحة جديدة إن شاء الله سيد جواد ألا يمكن أن يكون هذا الكلام هو مناورة ضد اليونان مثلا خاصة وأن علاقة اليونان بمصر علاقة جيدة علاقة تركيا في الآونة الأخيرة فيما يخص الجزر وشرق المتوسط علاقة متوترة بالنتيجة تركيا تأخرت عن الوقوف مع دولة مصر هناك علاقات اتفاقات قوية بين مصر واليونان كان من الضروري أن يقومون بتأسيس العلاقات والتفاهم قبل ذلك وهم يعترفون أنهم تأخروا لكن بشكل عام احترام مصر للحدود البحرية التركية بشكل عام هذا الذي رحبوا به هنا كثيرا جدا المسؤولون رحبوا وكانوا يتفحصون عن حجة عن وسيلة أن يقومون بتأسيس العلاقة طبعا مصر ممكن أن تكون بسيط بين تركيا واليونان بالنتيجة إذا طاولت الحوار بيننا وبين مصر يعني بين مصر يعني ومع اليونان ومع الأشقائنا العربي ولهذا السبب تفاهم تركي ومصري واتفاق تركي ومصري مهم جدا لصالح تركيا وأيضا لصالح مصر بس الملاحظ يا أستاذ جواد يعني فيه اهتمام كبير بهذه الخطوة وهذا الإعلان حتى إعلاميا تكلم وزير الخارجية تكلم الرئيس التركي الكثير من الصحف تتحدث هناك تهيئة إلى ماذا يعني يريد أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرف أنت سياسة الرئيس أردوغان سياسة متقلبة كما يصفها معارضوه يعني بالنتيجة نحن نعرف أنهم تراجوا عن مواقفهم السابقة واضحة جدا لكن الفشل واضح في السياسة الخارجية كما قلت يعني موقف الاتحاد الأوروبي سلبي بشكل عام ما عدا اليونان لأن موقفهم واضح منا موقف المصري موقف العربي أشقان العربي كلها صارت مشاكل ولهذا السبب لا يقدرون أن يرجعون عن تأسيس العلاقات مع دولة مصر بإرسال السفير إلى القاهرة وإرسال السفير من مصر إلى أنقرة وأيضا إسطنبول وأيضا مثلا حول المعارضة السورية المعارضة المصرية الموجودة في تركيا أيضا نقاشات وحوارات سوف تبدأ أنا أظن أنه لصالح البلدين وأن تأسيس العلاقات مع دولة مصر مباشرا مع احترام حقوقهم وعدم تدخل في شؤونهم الداخلية لكن كنا نتوقع بصراحة لأن السياسة الخارجية في المنطقة كانت فاشلة بصراحة شكرا جزيلا لك من إسطنبول المحلل السياسي والاستراتيجي جيواد جوك إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن موعد إجراء انتخابات نيابية مبكرة لم ينهي حالة الجدل حول مخرجات الأزمة السياسية ففي وقت تستعد منظمات مدنية للمشاركة في الانتخابات قصد أحداث التغيير المنشود داخل المجالس هذا ما تقصده هذه التحركات خرجت مسيرات في العاصمة وعدد من الولايات رافضة للانتخابات ولخريطة طريق السلطة يلتقي رمضان برفاقه للتشور حول إمكانية خوض غمار الانتخابات النيابية التي دعا إليها الرئيس تبون شهر يونيو المقبل في قوائم حرة بعيدا عن أي غطاء سياسي نؤمن بأن المشاركة الفعالة في إطار ديمقراطي حر يفصل فيها الصندوق النازيه هي التي ستحقق المخرج الآمن والسليم للجزائر لم يرخص لهؤلاء وبمعية آخرين من المنتدى المدني للتغيير من عقد لقائهم الوطني لكنهم أكدوا سعيهم لإنجاح الانتخابات واقتحام البرلمان قصد إحداث التغيير المنشودة كيف نساهم في هذه الانتخابات وكيف ننجح هذه الانتخابات ونخلي المواطنين ثيق في المشهد السياسي وفي الفعل السياسي هذا كان الهدف لكن اليوم نتفاجأ بقرار عدم منحنا الترخيص استعدادات الجماعية المدنية لوضع موطئ قدم في المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قابلها إصرار الحراك على رفض خارطة طريق السلطة ومواصلة التظاهر في الشارع آلاف المتظاهرين خرجوا مجددا إلى شوارع العاصمة وعدد من الولايات رافعين شعارات تطالب بالتغيير الجذري في البلاد كل العهود والوعود وكلام الخطب إلى خيره لتقول بأن الجزائر جديدة وجزائر تغييرت وأسالي بتغييرت نحن نشوف بأن العكس رأي الأمر تتفاقم والأزمة تتفاقم أمام انقسام الشارع حول مشروع الرئيس الإصلاحي يكثف تبون من لقاءاته التشاورية مع مختلف التشكيلات السياسية قصد الوصول إلى أرضية توافقية تنهي حالة الأزمة في البلاد أعتقد أن الشرعيات ستكون فرصة للحراك حتى يشارك وقد يقلب الموازين من خلال قوائم حرة مقاننة بقوائم الأحزاب الكثيرة التي أصبحت مرفوضة شعبياً وبهدف إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي أجرت الرئاسة تغييرات وصفت بالعميقة على قانون الانتخابات ودعت إلى رفع تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية مع استبعاد المال عن السياسة فريد رشد الحدث الجزائر إذن مشاهدين ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية دكتور رضا دغبار أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي ومعنا أيضا من الجزائر رضوان خليف رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية مرحبا بكما أبدأ من عندك دكتور رضا وأسأل كيف تلقى الحراك في الجزائر دعوة الرئيس لانتخابات مبكرة الصدى هذه الدعوة من قبل أعلى هرم في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على الاستضافة أهلا وسهلا أعتقد أن عمق الأزمة السياسية في الجزائر يقتضي ابتداء وانتهاء أن يفكر بطريقة مغايرة لطريقة التي يفكر بها النظام هذه الظروف تغيرت بالمقارنة مع انتخابات 12 ديسمبر 2019 وبالمقارنة أيضا مع الاستفتاء الذي أجري على دستور في الفتح من نوفمبر 2020 نفس الظروف البشرية والقانونية تقريبا والسياسية التي جرت في ظلها انتخابات رئاسية وجرى فيها أيضا الاستفتاء الشعبي هي نفسها الظروف الموجودة اليوم إذا قارننا فقط الأرقام عدد الجزائريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لم يتجاوز 9 مليون جزائري من أصل 25 مليون جزائري بمعنى هناك 16 مليون جزائري لم يثق في العملية السياسية في استفتاء الفتح من شهر نوفمبر الماضي عدد الجزائريين الذين شاركوا في الاستفتاء لم يتعدى 5 مليون جزائري من أصل 25 مليون جزائري موجود في الهيئة الناخبة الآن السلطة لم تغير الظروف التي دفعت الجزائريين للعزوف عن الدهب للانتخابات في 12 ديسمبر 2019 والتلك التي دفعتهم أيضا للعزوف عن الدهب لصناديق الاستفتاء في فاتح من نوفمبر عام 2020 وهي داهبة إلى الأمام في نفس الظروف لتفرض على الجزائريين من جديد بكل أسف مسار لا يوافقون عليه وهو الدهب لانتخابات تشريعية مسبقة الحقيقة أن الحراك الشعبي هو لا يرفض في تقديري على الأقل من حيث المبدأ الدهب للانتخابات التشريعية ولكنه يعتبر بأن الدهب لهذه الانتخابات في ظل نفس الظروف هو مجرد هروب إلى الأمام لذلك إذا كانت فعلا السلطة تريد أن تكون هذه الانتخابات التشريعية بداية للحل من أجل بناء دولة مؤسسات منتخبة من طرف الشعب مثل ما ينادي به الشعب من خلال تمسكه بأحكام المادتين السبعة وثمانية من الدستور يجب أن نقوم بتغيير الظروف التي تدفع الجزائريين للعزوف عن الدهاب لصناديق الانتخاب طيب أذهب إلى السيد رضوان خليف رئيس جبهة الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية مرحبا بك أستاذ رضوان يعني الحراك اليوم في الجزائر نحو 108 جمع والبعض يقول بأنه تمت انسداد سياسي ولا تغييرات حتى هذه اللحظة كيف تعلقون على هذا الموضوع وما قيل بأنه انسداد سياسي الناس يخرجون ولا حل الآن شكرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الدعوة ورحب ضيفكم الكريم ومشاهديكم أهلا وسهلا نحن في الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية نحن في الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية كنا من دعاة قيام رئاسيات في 12-12 ولو أننا لم نساند أي مترشح هذا لتحقيق أول نقطة استقرار وتفادي حدوث فوضى سياسية الشعب الجزائري بحراك 22 فبراير 2019 هو الذي أحدث الظروف التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وحل البرلمان جاء تلبية لمطالب الحراك والشعب الجزائري كذلك لأن البرلمان السابق كان يسوده الفساد والمال الفسد والممارسات الأخلاقية للطبقة السياسية إذن أول محطة قبل الذهاب إلى ورشات إصلاح اقتصادية واجتماعية وفي كل المجالات هو انتخاب هذا المجلس الشعبي الوطني الذي هو دار الشعب يصنعه الشعب ويصنع ظروفه الشعب ويحافظ عليه الشعب والنزاه اليوم والشفافية في الانتخابات لن تكون إلا بإشراك المواطنة والمواطن الجزائري في بناء الجزائر الجزائرية الدولة الوطنية التي يسمى لها الشعب الجزائري اليوم عامين من الحراك يعني ما هي الخطوات القادمة التي يجب أن نتبنىها في الجزائر يجب الذهاب إلى هذا المصار الانتخابي الذي يعتبر اليوم المخرج الوحيد للوضعية المعقدة التي تعيشها الجزائر ولن يكون هذا الحل إلا بوعي الشعب لأننا لاحظنا عدة ظاهرات بعد استئناف الحراك بتخوين النخبة وظهور شعارات لا تنتمي إلينا ولا ننتمي إليها طيب دكتور دغبار وزارة الدفاع الجزائرية تحدثت قبل يومين عن ما سمتهم بطبعا مجلة الجيش بالظلاميين الذين يسيطرون على الحراك من قصدت وزارة الدفاع بالظلاميين الذين يريدون السيطرة على الحراك إذا أدنت لي قبل أن أجيب على سؤالكم أود أن أعقبه ولو بشكل مقتضب على ما تفضل به ضد كريم التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب في النهاية لا يمكن أن يبدأ من المجلس الشعب الوطني الكل يعلم بأن صلاحيات البرلمان في النظام الدستوري الجزائري تكاد تكون منعدمة كل الصلاحيات الحقيقية مركزة في يد رئيس الجمهورية وبالتالي لا أعتقد بأن الانتخابات التشريعية يمكن أن تشكل بداية للحل إلا إذا حدث توافق على أن هذه الانتخابات ستشكل فقط مرحلة أولية في طريق إعادة السلطة للشعب من خلال انتخابات أيضا محلية وانتخابات رئاسية مسبقة فيما يتعلق بسؤالكم صحيح أنه منذ عودة الحراك وكنت أحد الذين نبهوا إلى هذه المشكلة كثير من الشعارات لم تعدت طابع سياسي لم تعدت طابع سياسي لأن الجزائريين في بداية الحراك كانوا متفقين على أن الهدف من وجود الحراك هو في النهاية إنقاذ الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها مجمل النقاشات التي كانت تدور بين الحراكيين كانت مرتكزة على إيجاد الآليات التي تمكننا من إحداث الانتقاد الديمقراطي الذي ينشده الشعب الجزائري بكل أسف بعض الشعارات بعض الشعارات أقل وليس كل الشعارات التي ظهرت في 22 فبري 2021 ثم في الجمعة الموالية لها هي شعارات تتصدى لمؤسسات الدولة تتصدى بالخصوص للمخابرات والمؤسسة العسكرية الغالبية في تقديري أنا على الأقل من الجزائريين يرفضون أن يتم إفراغ هذا الحراك من مضمونه السياسي لا أحد في الحراك مقتنع إلا القلة التي تسانيل مثل هذه المساء لا أحد في الحراك مقتنع بأن الشعب الجزائري لما خارجه في 22 فبري 2019 جاء فقط بغارة تصفية حسابات تاريخية لا مع المخابرات الجزائرية ولا مع الجيش الجزائري هذه مؤسسات الدولة الجزائرية وإن كانت قد وقعت أخطاء علينا أن نتفادى في النهاية أن ننسب تلك الأخطاء أو يعني تؤسس تلك الأخطاء لأن نجعل هذه المؤسسات هي هدف من أهداف الحراك طيب أستاذ رضوان المراقب لهذا الحراك في الجزائر لاحظت تغير في الشعارات يعني بداية الحراك الشعب والجيش أخوة أخوة أو خاوة خاوة كما يقال في الجزائر ولكن الآن الأمور تغيرت يعني ثمت شعارات كما أشار إليها الدكتور رضا هل هناك طرف وراء هذه الشعارات طرف داخلي خارجي في الجزائر قبل الإجابة فقط أريد أن أقول أن بالذهاب إلى انتخابات برلمانية سننتخب حكومة بطريقة غير مباشرة عبر ممثلين البرلمان الذين سننتخبون من طرف الشعب وبالتالي سنقلس من صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة إلى حكومة منتخبة أما فيما يخص الشعارات التي نراها اليوم هذا شيء معروف عالميا ما يسمى بخرائط الإدراك الجماعي ترسم في مخابر وتبنى في عقول الناس وتستدعى في الشارع عبر الشعارات أو عبر التواصل الاجتماعي الذي هو أخطر وسيلة اليوم الحراكة منقسم إلى اثنين هناك من يريد توظيف الحراك وهناك الحراك الحقيقي الذي يريد الخير للبلاد في سلمية ويعبر عن قناعات حذرنا في الجبهة الوطنية أعدالة الاجتماعية من هذا في 2019 بعدما لاحظنا التحول الجيوسياسي في الإقليم وإعادة تموقع القوة الكبرى علما أن الجزائر هي آخر نقطة استقرار في المنطقة وهي ركزة المغرب العربي والاتحاد الإفريقي وجامعات الدول العربية وأول واجهة في البحر الأبيض المتوسط للتحديات الاقتصادية دكتور دغبار هل طرح الحراك رؤية كي تكون بديلة في المستقبل القريب في الجزائر أو أنه رفض كل المقترحات بما فيها دعوة الانتخابات التي أتت على لسان رئيس الجمهورية الحراكة في النهاية هو ليس حزب سياسي يريد الوصول إلى السلطة هو مشكل من مختلف التيارات الموجودة داخل الشعب الجزائري الحراكة الشعبي هو مجرد أداة ضغط من البداية أدوات التغيير موجودة بيد النظام عذرني على المقاطعة هو لم يكن حراكا منظما برأس يحركه ولكن الحراك في أغلب ولايات الجزائر هناك من يرى فيه تنسيقا جزائريا لا مباشرا وبالتالي من الممكن أن يكون هناك رؤية لهذا الحراك بطريقة ديمقراطية بعيدا عن الأيدولوجيات والشعارات الضارة بالجزائريين نعم أنا قلت لك بأن الحراك ليس حزبا سياسيا الشعب الجزائري خارج من أجل هدف واحد هو أن تكون قواعد لعبة سياسية في الجزائر واضحة من خلال ما دام من خلال منح الشعب وحده الحق في أن يختار ممثلين له في المجالس المحلية وفي المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة أيضا وكذلك في منصب رئاسة الجمهورية إذن المطلوب في النهاية هو أن تقوم السلطة بما يجب عليها بغرض ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ليتسنى للشعب أن يختار بكل سيادة وفقا لأحكام المادتين سبعة وثمانية من يمثلها على مختلف المستويات الحراك الشعبي في غالبيته هذا هو الهدف في الحقيقة وأعتقد بأن أزمة الشعارات هذه وإن كانت أزمة وطعتها قوية في الحقيقة ولكن الحراك سيخرج من هذه الأزمة قويا جدا لأن استعادة الزخم واستعادة المطالب السياسية سيجعل من الحراك قوة ضغط إذن لا مخاوف يا دكتور دغبار على الاستجابة لمطالبها بنعم أو لا كي أنتقل إلى الأستاذ رضوان لا مخاوف أن تسيطر الإيديولوجيات على هذا الحراك مسموح لك نعم أو لا لا يمكن لأي إيديولوجيا أن تسيطر على هذا الحراك الحراك هو حراك الشاب الجزائري الوقت المتبقي للأستاذ رضوان خليف والسؤال ذاته هل تمت خوف بأن تسيطر بعض الإيديولوجيات على الحراك وبالتالي يتحرك باتجاه لا يريده كثير من الجزائريين أو أغلبهم الجزائريين لا يريدون أن تضرب سيادة الوطن أو أن يضرب إرث الشهداء أو كل من ضحو من الجزائر هذه ليست شعارات بل هذا تراثنا الذي نتقوى به اليوم الحراك الشعبي يراد به أن يتصادم مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني لكن دعني أقول لكم أن بين الجيش والشعب رابط قوي هو الوطن وبالتالي القلب النابض للدولة الجزائرية ولهذا الوطن هو الباطن الأيمن والأيصر الشعب وجيشه لكن نحن اليوم كسياسيين خوفا على بلادنا وخوفا على شعبنا العظيم حتى لا نذهب إلى فوضى يجب أن ننقل هذا الزخم هذا الإرادة القوية التاريخية للشعب الجزائري إلى الحلبة السياسية المقننة وأقول غزو الصناديق لإرساء إرادة الشعب شكرا جزيلا لكم من الجزائر الأستاذ رضوان خليف رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وأشكر كذلك ضيف دكتور رضا دغبار أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي شكرا جزيلا لكم بهذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية الساعة الثانية من حدث اليوم ناقشنا فيها ملفات عدة بدأنا بما يحدث في جبهة الحديدة وأرسال التعزيزات إلى هذه الجبهة من قوات التحالف دعم الشرعية وكذلك من الحكومة الشرعية بعد قليل ساعة ثانية إلى اللقاء تدخل بانك الدولي وقال بدل من نتكلم عن اتفاقات تاريخية نتكلم عن حاجة اسمها حق دول حوض النيل في تحقيق الأمن المائي كان دول حوض النيل المجتمعة في صف والسودان ومصر في صف الآخر كيف عاشت مرحبت ما بعد الثورة؟ أسوأ أردنا أولا من نريد مصر قلب الأوروبة والنهاردة سد النهاردة دي أحد اتحادات الكبرى بالقضاء على مصر لأن ده مخطط شامل من زمان معمولها ماذا يحصل عندما يكتمل؟ محمد نصر الدين علام الوزير الأسبق للموارد المائية والرين في مصر في موضوع حرب المياه المقبلة التي يحذر منها كثيرون في المنطقة وربما في العالم نقشته بالحكومة شمر الحل العسكري الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير الليلة العاشرة والنصف على شاشة العربية في لبنان ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في سوق السوداء الدولار يضرب أرقاماً قياسية في التهام العملة اللبنانية هنا خلفي هناك مصرف تسمى أحراطه هناك إصرار من جانب حزب الله على حرفي السورة باتجاهه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسئولية سيصر ربما المحتجون على موضوع فتع الطرق في لبنان هل الحكومة تسير في واد والاحتجاجات في واد آخر المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه كل لبنان جعل لماذا تكسير ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قائمات الإرهاب هو مقدمة للتضبية مع إسرائيل المسألة ما زالت يحصوها الكثير من الجدل داخل ترويكا الاتقال في السودان داخلياً ما ردات الفعل على إمكانية تسليم البشير مثلاً إلى الجنائية الدولية ملايين الضحايا انتظروا من الحكومة السودانية إنها هي تلتزم بتعامداتها السودان يطالب بأن يصدر تشريع من الكونغرس يعيد للدولة السودانية حصامتها ضد المقابات يجد إنه لا يزداد الشعب فقراً ولا يزداد ألماً وإنما نقوم بالإصلاحات بطريقة تدريجية حتى لا يعاني الشعب فأولى المشكلات التي بدأت تظهر على السطح هو مكان تواجد الحكومة في طرابلوس التي محمية هي الآن من الميليشيات هل تظنين أن هؤلاء سوف يبقون عام لو نجحوا؟ هؤلاء سيبقون عشرين سنة ستكون هناك تحالفات على أسس قبلية أغلب هذه الأسماء أتاني الرحم هذه الميليشيات كيف ستكون هذه الهياكل الجديدة مستقلة في قرارها؟ المجتمع الدولي فرض علينا فرضاً فائز السراج ثم تركه وحيداً في سحراء الميليشيات ما هي ضمانات عدم تدخل الدول المؤثرة لإفشال هذه التفاهمات؟ أدعو الجميع دون استثناء إلى الكفاف خول هذه الحكومة حتى أمراء الحرب الآن يرفضون بقوة تسليم السلاح بل وحتى الاعتراف بمخرجات جينيب هل الأزمة الليبية تقترب من نهايتها؟ لا شيء أكيد في المشهد الليبي دائماً ننتظر المفاجآت ألم بكم إلى الساعة الثانية من برنامج حدث اليوم والذين صلت فيه الضوء على أبرز الملفات الواردة حتى هذه اللحظة قصتنا الأولى من اليمن وكان في تفاصيلها تعزيزات عسكرية نحو محافظة الحديدة الجيش يتقدم نحو جبهتين وتحالف دعم الشرعية يتمركز أمام سواحل المحافظة قصتنا الثانية من أنقرة وناقشنا فيها تركيا تغازل مصر وتعلن السناف الاتصالات الدبلوماسية معها القاهرة تضع شروطاً وتطالب باحترام مبدأ السيادة قصتنا الثالثة من العراق وسنناقش فيها تحت غطاء تهجير الطائفي مجزرة بحق ثمانية أفراد من عائلة واحدة بمحافظة صلاح الدين والبرلمان يطالب بلجنة تحقيق قصتنا الرابعة من ليبيا وفي تفاصيلها الحكومة تعلن استلام مهمها الأسبوع المقبل الاتحاد الأوروبي يطالب بانتقال سريع للسلطة ويهدد المعرقلين بالعقوبات مجزرة مروعة ضحيتها ثمانية أشخاص من عائلة واحدة في تكريد جنوب محافظة صلاح الدين العراقية مسلحون مجهولون قتلوا ثمانية أفراد من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء المسلحون وفق شهود عيان ارتكبوا الجريمة بسلاح كاتم للصوت وكانوا يرتدون زيا عسكريا خلية الإعلام الأمني بدورها قالت إنها باشرة تحقيقات في الجريمة التي وصفتها بالإرهابية من جانبه دعا الأمين العام للعشائر العربية الشيخ ثائر البياتي لإخراج الميليشيات بكل أشكالها ومسمياتها بأي وسيلة كانت معتبرا أن الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات وفق تعبير بيان صدر عنه وجاء فيه أن الجميع يعاني من الميليشيات الولائية يأتي ذلك فيما وجه البرلمان العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العائلة ومراقبة العلاقات والإجراءات وتدابير والخطط الأمنية المتخبة والمؤلم أن هذه المناطق كل يوم تتعرض لحوادث بالأمس كانت العباسية وبالأمس كانت الجلام وبالأمس كانت الفرحاتية متى ينتهي مسلسل الدن في محافظة صلاح الدين اليوم لا حل لهذه المناطق إلا أن يكون أهل مكة أدرى بشعابها وأن تكون هناك قوة محلية من أبناء هذه المناطق لحماية الناس من الموت الذي لا يعلم الشخص الذي يعيش بهذه المناطق متى يتعرض له أدعو سيد رئيس مجلس الوزراء لإنشاء قوة محلية داخل هذه المناطق لحماية نفسها وإعادة النظر بكل القوات الموجودة في محافظة الصلاح الدين واجد حقيقي شوكت طبقاء الشيح 2 ساعة حتى يصل صوتنا حوال شهداء الجنة تشيح إذا ما يواجه للتشيح تقوي اعتقد ما راح تكون رسالة قوية من أجل التشيح وكل عمام اللي موجودين خلوا يسمعون إحنا يا جثامي شهر والشيخ بعددنا أنا اليوم ما نحشي أنا ترى ممسؤوليتي أنا مدير أوقاف سامرة وحسب العائدية هاي مو أرضي بس أنا جايلي كوني هذول أبناء أهلي وعموته وذول أبناء صلاح الدين لا أريد أزاود على أحد ولا أريد وأنا أتكلم كلام أنا يعرف شنو حجمها ثقوا واعتقدوا إذا ما أجلنا التشيح أي زخوا الإعلامي ما قالها ولا راح تنتهي واليوم هذا في هذا البيت ثاني يوم راح أصير غير مكان فخليوا أجل التشيح أنا حشيت ويال حجي شيخ نعمر والله أنا ما عندي اعتراض أتروح شوه الجماعة شوه الأكبر أنا جيت عليكم أريد أقولكم أنا أجل التشيح على باكس وخلي علماء الدين تطبع أشيخ عايد وخلي الشيخ العشاء تطبع وخلي كل أهلنا وناسنا في سامرة وغير سامرة وغير تكرت وغير تكرت خلي تجوا تحمروا بتشيح دولة مو تشيب الحشيخ عايد دولة سبعة سبعة هلسة أنا طبيت بواعد كلهم محتوطين شنو هذي يعني إحنا اليوم تتوقع هاي أنا راسة تنزيب شنو إحنا شنو إحنا شنو إحنا وليدنا مالهم قيمة الدفن مشوك رئيس وزراء يجي زور مناطقنا مباحث حتى صوتنا راح نقول آبا تعال زور مناطقنا إذا إحنا خارج طاقة العراق حتى نروح نفتين نروح نشكل قوة نروح نطلب حماية من أحد حي مناطقنا شكرا حتى نحل بعد هزيمة داعش وتراجع وجوده في العراق وبشكل خاص عن المحافظات التي كان له وجود فيها لسيما الواقع على طريق الممر الإيراني البري الذي أمر عبر العراق باتجاه سوريا تظهر هنا حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي عملية التهجير القصري للسكان المحليين عملية تغيير تركيبة السكان وما رفقها من عملية تطهير عراقي ومذهبي في محافظة صلاح الدين تجري بشكل واسع ومنظم أسوة بمحافظات ديالا وجرف الصخر في بابل وسهل نينوى هذه العملية تحمل في طياتها أجندات إقليمية لتأمين طريق الإمدادات من إيران إلى الميليشيات الطائفية في سوريا ولبنان عبر العراق تحديدا وتعمل الميليشيات ذات الولاء الإيراني في العراق على استخدام الترهيب ضد المدنيين من أجل ترك أماكن سكنهم وكذلك الأعمال ووفقا لتقرير كان قد نشره المركز العراقي لحقوق الإنسان فأن الميليشيات الموالية لإيران عملت على إخلاء مناطق وقرى من السكان كما أزلت ممتلكاتهم وجرفت البساتين فيها كناحية عزيز بلد والعوجة ومحطة بلد والأسحاقي ويثرب التي أصبحت خالية من سكانها صورة الانتهاكات الطائفية التي تقوم بها الميليشيات في مدينة سامراء كثيرة لا تقتصر على الاستلاء على منازل المدنيين وممتلكاتهم بل تعمل على توطين عائلات وأشخاص تم إفادهم من محافظات جنوبية العراق مكان السكان الأصليين أو مكان السكان الذين هاجروا وهجروا من هذه المناطق ومن أساليب التهجير المستخدمة أيضا هي حرمان سكان المنطقة من الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وسط حالة من الفساد المستشري في المؤسسات العامة وتستخدم الميليشيات أيضا أسلوب الخطف والقتل لترهيب السكان والضغط عليهم لترك أماكنهم ذكرت مصادر الحدث أن قيادات من صلاح الدين توجهوا إلى طهران الأسبوع الماضي والتقوا بقيادات في الحرس الثوري واتفقوا على تقاسم النفوذ في المحافظة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أربيل ينضم إلينا الشيخ ثائر البياتي الأمين العام لمجلس العشائر العربية مرحبا بك يا شيخ ثائر كلمتكم اليوم للعالم ليس فقط للعراقيين ولا لذوي الضحايا الذين كانت الجريمة بالأمس ماذا يمكن أن يقال جراء كل هذا الإجرام نعم نعم مساء الخير عليكم على مشاهديكم الكرام هل نسهل يعني الجرائم التي حصلت اليوم المجزرة هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فقبلها حصلت مجازر كثيرة المجازر طالت أبناء محافظة صلاح الدين وشمال صلاح الدين وشرق صلاح الدين والغاية والهدف أصبح معروف للجميع هو تهجير من عاد أو من تبقى في تلك المناطق إذن لاحظ أنه عمليات التهجير والاستهداف تمت من جنوب بغداد من شمال البغداد التي هي منطقة الطارمية ثم المشاهدة ثم الفرحاتية ثم يثريب ثم سامرة وأطراف سامرة وهذه المناطق يجب تهجيرها لها وتغيير ديمغرافية المنطقة فيها من قبل تلك الميليشيات التي أصبحت وبالا على الشعب العراقي وعلى المحافظات وعلى مجمل المكونات العراقية بدون استثناء فلم يسلم منها لا ابن الجنوب ولا ابن الوسط ولا ابن الشمال هؤلاء الميليشيات لديهم أجندة خاصة بتطهير هذه المناطق وتحويل سكان بعض مناطق من غير سكنة العراق لهذه المنطقة واستغلال ما موجود فيها الأمر الآخر والمهم أن كل العمليات تتم ويتم تبنيها من قبل داعش وهذا أصبح متعارف بنظر الخدمة التخادم بين داعش والميليشيات التي تعاونت على تطهير العراق وقتل العراقيين وتهجيرهم بشكل ملاحظ وواضح وصريح وهناك شاهدنا كيف تم نقل الدواعش من حدود اللبنانية إلى الحدود العراقية وكيف يتم اليوم تسهيل أمر الدواعش أو ارتكاب المجازر باسم الدواعش ويتم إعلان داعش عنها الأمر الآخر واللي أكثر إلاما والالتفاة أن الأجهزة الأمنية هل هي مشاركة أو متواطئة وإذا كانت غير مشاركة أو غير متواطئة فبالتأكيد هي أجهزة فاشلة وعليها تتحمل المسؤولية ويجب معاقبة القادة الأمنيين في تلك المناطق والمسؤولين عن أمن المواطن الأمر الغريب أن العشائر في محافظة صالح الدين تم تجريدها من السلاح وتم تجريدها من كل قطعة سلاح ممكن أن يحمل المواطن نفسه في هذه المناطق حتى من الحيوانات طيب شيخ ثائر السلطات المحلية من هو مسؤول في هذه المناطق التي ترتكب بها جرائم عندما يذهب إليه يعني ذو الضحايا ماذا يقول لهم التسويف والمماطلة وتشكيل اللجان الصيغة التي سمعناها ونسمعها دائما من قبل قادة المحافظة أو قادة الأجزاء الأمنية وهذا ما يشعرنا أن هناك تواطئ بل تسويف لدماء وكشف الجنات بهذه المناطق والجميع يعلم من هم المجرمين والعملية التي تمت ليلة أمس أو فجر يوم أمس هذا اليوم هناك دخلت القوة أثناء منع التجوال كيف دخلت هذه القوة وهناك العديد من السيطرات وكيف خرجت القوة أيضا والعديد من السيطرات الغريب في الأمر أنه الشخص المستهدف هو كان شاهد الرجل الشرطي أحد منتسبين الشرطة اللي تم استشهاده اليوم على يد هذه المجموعة هو كان شاهد على عملية الفرحاتية ضد قائد لواء 35 الذي ادعى عبور الدواعش من عند النهار وهو الرجل كان في تلك النقطة وشاهد أنه لا وجود لداعش في تلك النقطة ولم يعبر أحد منها لهذا تم استهدافه أي تغييب الشهود وهذا أصبح واضح أنه الجميع مستهدف وحتى من يشهد الغريب أنه قادة الأجزاء الأمنية من أبناء المنطقة والمسؤولين في المحافظة يتواطؤون بشكل واضح وصريح بتسويف مطالب المجتمع اليوم اليوم وجه زعماء والعشائر وشيوخ العشائر في سامراء وغيرهم تكاتف الجميع بمطلب واحد هي إخراج الميليشيات من هذه المحافظات إخراج الميليشيات والتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية والعشائر لمسك الأرض فقدرة العشائر على تأمين مناطقها أفضل من قدرة الميليشيات التي أصبحت وبالا علينا وعلى حد الحكومة لهذا تعاني ويضعون العراقي الأمام أي حل حكومي يطرح حتى ما تم طرحه من قبل السيد الكاظمي للحوار يحاولون أن يعرقلوا هذا الأمر ويسوفوا أي أمر حكومي لاستقرار العراق طيب مسألة الجرائم يا شيخ ثائر وسأتي إلى نقطة أخرى بعد ذلك حكومة هولندية استقالت بسبب استخدام أموال أو ما نسب إليها بأنها بالشكل الخاطئ نواب المنطقة أين هل يمكن فتح خط مباشر مع رئيس الحكومة من أجل التصرف وإرسال قوات تؤمن الناس في هذه المناطق يعني أولا عندنا نواب المحافظة وكل نواب المكون السني هم وظفين لدى القوى الشيعية أو لدى الولي الفقه بالأصح ولولا أمر مسجدي وقاسم سليماني السابقا لم تعين أحد منهم في أي منصب حكومي وهذا جميع يعلمه هو يعرفه نحن نتوجه من خلال قناتكم الكريمة إلى رئيس الوزراء سيد الكاظمي للتوجه إلى صلاح الدين وكشف ملابسات الحادث وتسليح ابناء العشائر مثل ما توجه سابقا إلى المشادة وأطفأ نار الفتنة التي أرادوا يريد قدوها الميليشيات وغيرهم علي أن يتوجه جثة الضحايا وجثة الشهداء لم تدفن إلى هذه الساعة والجميع ينتظر قدوم السيد الكاظمي لشرح معاناة ووضع آليات للحلول لتلك المناطق لا نعول على مسؤولي المحافظة فسبق أن تم تسليم المحافظة بدون قتال أثناء عمليات داعش والأهم من هذه من يدعي تحرير المحافظة نقول لهم أين هذا التحرير وهذه الخروقات وإذا كانت هذه الخروقات مستمرة فما تدعي لهذه القوات الأمنية والسلاح الكثير بيد الأجزة الأمنية والميليشيات وغيرها من المسميات ما تدعي لها إذا كل هذه الخروقات تحصل وبهذه القوة من جزر أبناء المحافظة وأبناء المناطق فما تدعي أن يكون هناك قائد للشرطة ولم يحاسب أو يحاكم نحن لا نستغرب ذلك فلم يسبق أن تم محاكمة من سلم المحافظات والموصل وصلاح الدين والأنبار سابقين فلا نعتقد أن هناك أي منه أن سوف يحاكم ورأينا كيف تم تغطية ملفات الفساد بالاتفاقات وبباركة الولي الفقه يعني تسليم المحافظة لتنظيم داعش من مسؤولين محليين وكذلك ما نسب إلى نور المالك كان رئيسا للحكومة أنا ذاك بأنه طلب انسحاب هذه القوات الجميع متواطئ يا شيخ ثائر مكتوب على صلاح الدين الجميع متواطئ في تسليم المحافظات طيب لماذا مكتوب على صلاح الدين أن تبقى بين فكي كماشة إما عناصر داعش أو عناصر ميليشيات متطرفة والشبه كبير أو لا يكاد يكون هناك فرق يعني صلاح الدين مركز وسط في وسط العراق ومفرغ طرق بالاتجاهات باتجاه الشمال وباتجاه غرب العراق إلى الموصل وشمال غرب العراق إلى الموصل وغرب العراق باتجاه الأنبار هذه المنطقة لا يجب أن تكون محمية كي يكون هناك عبور لخط الحرير الإيراني باتجاه سوريا وهذه المناطق محاذية إلى ديالة التي أصبح المرور من خلالها باتجاه محافظة صلاح الدين وباتجاه الموصل أو باتجاه الجزيرة نحو الأنبار وغيرها اليوم هذا الخط تم السيطرة عليه من قبل تلك الميليشيات وإذا تلاحظ استاذنا الفاضل أنه سيطرة الميليشيات في شرق المحافظة على منطقة الطوز وأطراف الطوز وتهجير تلك المناطق وعدم عودة تلك القرى لحد هذه الساعة لم تعود تلك القرى إلا ما ندر قريتين أو ثلاثة التي كانت هي على الشارع العام وهذه لن تؤثر لكن كل القرى الأربعين لم يعود أحد منها لهذا بقت هذه المناطق رخوة لتحرك داعش بأجندات إيرانية وغيرها والأرتالة التي تعبر من هناك وتجارة المخدرات التي تصل من اديالة وباتجاه المنطقة في منطقة صلاح الدين ومن ثم من صلاح الدين تتوجه إلى الموصل وباتجاه سوريا وغيرها هذه المنطقة هي حيوية بالنسبة لهم ويعتبروها مركز ثقل لهم شيخ ثائر قيل لك حل الموضوع أنت في صلاح الدين ماذا يمكن أن يكون المقترح كي يؤمن الناس المقترح أنه أولا يجب نعم يجب إخراج تلك الميليشيات من محافظة صلاح الدين وبقية المحافظات فكل الجرائم التي تحصل هي تحصل من قبل تلك الميليشيات تحت مسمى داعش وغير داعش هي من ترتكب المجازر وتلبسته بداعش وتم إعلان ذلك يجب إخراج تلك الميليشيات وهذا نداء وطلب جميع أبناء محافظة صلاح الدين من شيوخ ووجهاء وشخصيات ورموز المجتمع يجب على السيد الكاظم اتخاذ قرار بإخراج تلك الميليشيات وتسليم الملف الأمني إلى القيادات العسكرية الجيش وتسليم قيادة المحلية الشرطة المحلية وأبناء العشائر وممكن إعادة الصحوات إلى تلك المناطق وسبق أن تم تجربة الصحوات في الأنبار وصلاح الدين والموصل وكيف تم إنهاء وجود القاعدة في سنة 2008 وال2007 وال2008 وال2009 وتم تأمين تلك المناطق وأصبحت مناطق أبنى للجميع اليوم على السيد الكاظم اتخاذ قرارات قوية باتجاه هذه الميليشيات التي أصبحت تهدد مصير العراقيين وتهدد وجود الحكومة وتهدد دول الجوار وتهدد المنطقة برمتها هذه الميليشيات تعملت تحت غطاء الحجر الشعبي ويجب هناك أمر آخر أن هذه الهيئة التي تم تشكيلها في عهد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري وبتشريع قانون يخالف حتى الدستور بالمادة التاسعة منه وهذا كيف عبر عن المحكمة الاتحادية أو كيف عبر عن المحاكم كلها كيف تم إقرار هذا القانون هذه القوات تم تشكيلها بقرار مرجعية وخرجوا العلينا المسؤولين أن هذه القوات أصلا موجودة وهي فصائل مقاومة يوم يدعون أنها فصائل مقاومة ويوم يدعون أنهم منتسبين للحجر الشعبي وهم تحت سلطة القائد العام ونشهد كيف يتصرفون ضد القائد العام وضد قوات الجيش وضد حتى المواطنين لم يسلم منهم أي جهة لهذا على السيد الكاظم اتخاذ قرار صحيح بإخراج هذه الميليشيات وتسليم أمنها لأبناء ومحافظاتها والأهم من هذه أنه على المجتمع الدولي التدخل ومعاونة الحكومة العراقية بإخراج هذه الميليشيات اليوم على المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليتها أمام العالم وهذا النداء ووجهناه سابقا إلى الدول العربية ودول العالم أجمع أن العراق اليوم في محنة كبيرة بل العراق يذبح يذبح من الوريد إلى الوريد على الترك الميليشيات يجب أن يكون هناك دعم عربي وقرار دولي بإنهاء تواجد هذه الميليشيات في العراق شكرا جزيلا لك من أربيل الشيخ ثائر البياتي الأمين العام لمجلس العشائر العربية حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا البرلمان الأوروبي يقول أن تسعين في المئة من السوريين تحت خط الفقر هل مازالت هناك خلايا نائمة لداعش في شمال شرق سوريا كل السهل يقل ستبعنا قاعدة شما تحولوا إلى داعش أحمد وإخواتك الشباب كانوا بالتنظيم كيف هي أوضاع الأيزيديين والأكراد في العراق المستلم هناك الميليشيات الإيرانية هناك ما تقدر تحجي تجنيد إجبال أبو لأحمد اللي قتل مع تنظيم داعش بدار الزور جولة تأخذنا إلى المدن التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش لقاءات حصرية مع ناصرة كانوا تابعين لداعش وجهاً لوجه يومياً العاشرة على شاشة الحدث لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث أهلاً بكم من جديد أعراب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق زاء استمرار معاناة الشعب السوري بعد عشر سنوات من النزاع وفي بيان بهذه المناسبة لفت البرلمان الأوروبي إلى أن تسعين في المئة من السوريين باتوا تحت خط الفقر ما يجب بقاء وصول المساعدات الإنسانية كأولوية في سوريا مع ضرورة استجابة مالية وسياسية من اتحاد الأوروبي لتلبية الاحتياجات المتزايدة كما عبر البرلمان الأوروبي عن أسفه لامتناع روسيا والصين عن التصويت على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي 2533 المتعلق بمعبر باب الهوى الحدودي مشيرا إلى أن مليونين وأربعمائة ألف سوري يعتمدون على هذا المعبر للبقاء على قيد الحياة وقف وصول المساعدات عبره أو وقف وصول المساعدات عبره سيكون له عواقب وخيمة تهدد حياتهم وفي الوقت ذاته أدان البيان نشاط أعضاء مجلس الأمن الذين سعوا إلى الحد من وصول المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية وطلب بإطلاق صندوق أوروبي مخصص لضحايا الجراءة مضوذة الإنسانية في سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من باريس الدكتور مونذر ماخوس الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية مرحبا بك يا دكتور مونذر من للسوريين في الأوقات الراهنة الآن خاصة أن نسبة الفقر وصلت إلى 90% من هذا الشعب الذي كان لديه احتياط من القمح وكان يصدر البطاطا وكان لديه فائض بالقطن تصل حتى باريس حيث أنت نعم صحيح المواد الزراعية والغزائية لم تكن تفتقر إليها سوريا في يوم من الأيام وكما تفضلت كانت سوريا من البلدان الأولى المصدرة سواء للحبوب أو للقمح وغيرها من المواد الزراعية الأخرى كالخضر والفواكه وغيرها نعم نحن أمام حالة واضحة تماما سواء ما سمعناه من تصريح الاتحاد الأوروبي اليوم وقبل ذلك بيومين تصريح السيد الأمين العام الأمم المتحدة السيد جوتيريش وقبله أيضا هناك المبعوث الدولي وهو ممثل الأمين العام إلى سوريا وهو السيد بيترسون وقبله ديمستورا والأخضر الإبراهيمي وكوفي عنان نحن نشهد كل حوالي شهر أو شهرين جلسة لمجلس الأمن يتم فيها عرض المسألة السورية عبر إحاطة المبعوث الدولي في السنوات الأخيرة هو سيد بيترسون الذي يقدم هذه الإحاطة وكل مرة نسمع عمليا عن كارثة حقيقية بالإضافة إلى بيترسون هناك سيد لو كوك وهو مسؤول الملف المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة وتتحول المسألة في النهاية إلى جلسة النواح وإلى جلسة البكاء على الأطلال التي تانت محصورة على السوريين وحدهم في السابق اليوم نضم إليهم الأمم المتحدة مسترطة الأمين العام ومستليل الأمين العام والآن نشاهد الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين بالإضافة إلى الأعضاء غير الدائمين إذن أين المشكلة؟ إذا كان الجميع وعيون على أن الشعب السوري اليوم يعيش حالة مجاعة حسب تعبير الاتحاد الأوروبي 90% يعني من كل عشرة هناك تسعة معرضين للجوع حسب توصيف الأمين العام نفسه لا تحتاج يا دكتور منذر يعني من 10-6% بكل الأحوال إذا سمحت لي لا يحتاج الموضوع إلى كثير من التقارير يعني أنت تعرف في سوريا كان شيء اسمه بيت المونة يعني يخزن فيه الناس المأكلات المشروبات اليوم السوري يشتري القهوة بالغلوة يشتري اللحمة بالأوقية إذا اشتراها يعني في الآونة الأخيرة الموضوع فضل دكتور نعم هذا البعد الآخر الأزم الاقتصادية الشاملة التي تعيشها سوريا اليوم هذا واضح أن النظام يقوم بإدارة سيئة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى الفساد الموجود والمستجري منذ عقود يضاف إلى ذلك طبعا العقوبات الاقتصادية التي اليوم تتعرض لها سوريا معظمها تريد الضغط على النظام من أجل أن يتعاون من أجل إيجاد حل سياسي أو انتقال سياسي والبعض الآخر يدخل في إطار حسابات سياسية أخرى ولكن هذا لا يغير من الموضوع شيئا هناك وضع كارثي داخل سوريا على الصعيد الإغاثي نعم أنا معك لن نذهب إلى التقارير ولا إلى جلسة مناحة أو بكاء جديدة على الأطلال يجب أن نطرح السؤال لماذا يحدث كل ذلك إذا كان اللاعبون الدوليون بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وممثلي الأمم المتحدة نفسها يعرفون هذا الوضع لماذا لا يتم تسيير المساعدات الإنسانية الإشكالية ليست في وجود هذه المساعدات الإنسانية موجودة وأكثر من كافية ولكن الإشكالية في القضايا اللوجستية كما ورد في تقريركم هناك صعوبات بإيصالها إلى داخل سوريا وإن كانت تصل في يوم من الأيام فقد كانت تتعرض إلى السطو وإلى تحريفها وإرسالها إلى غير الجهات المحتاجة لها سواء ما تعلق في المناطق التي هي تعرض سيطرة النظام وحتى في المناطق التي هي خارج سيطرة النظام الأمور كلها تعود في النهاية إلى مسألة القيام بعملية إنخاذية اليوم أنا لا أتكلم في المحطة الأولى عن عملية حل سياسي وحل المسألة برمتها بما في ذلك القضية الإنسانية والقضايا الأخرى التي تتعرض من يستطيع أن يقوم بهذه العملية دكتور موندر إذا سمحت لي من يستطيع القيام بهذه العملية كي ينقذ ما تبقى من السوريين في الداخل سواء عبر باب الهوى سواء عبر دمشق أو غيرها تعرف أن العقوبات الاقتصادية على شعب لا تسقط أنظمة نعم هذا كنت ما أريد أن أقوله لأن هناك تجارب في التاريخ القريب والحديث هذه العقوبات المحادثات السياسية التي استمرت على الأقل منذ سنة 2016 حتى 2018 وبعدها توقفت عندما جاءت هيئة جديدة والنظام قام بتعطيلها منذ البداية ولم تحدث أي جلسة على الإطلاق هو غير متأثر يا دكتور منذر بشخصي يعني شخص النظام غير متأثرة كما يتأثر السوري لذلك دائما يطرح نظرية بأن سوريا لن تجوح سوريا جائعة وسوريا تكاد تموت وهو يعرف أنها جائعة بالمراسبة وحتى لم يعد يستطيع أن يخفي ذلك ولكن يريد دائما أن يرمي القضية على المجتمع الدولي وعلى العقوبات لكن دعنا نذهب إلى بيت القصيد لا بد من إرادة دولية عبر مجلس الأمن الذي لم ينجح في أي صيغة من الصياق خلال كل السنوات الماضية كما كنت أقول منذ قليل لأن هناك أطراف دولية سوف تعطله وسوف تستمر بتعطله حتى على أساس قرار 2254 الذي هناك إجماع عليه ولكنه لم ينفذ وليست هناك أي وفق لتنفيذ هذا الحل إذن المجتمع الدولي هو الذي يعطل ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية وإن يتوقف عن جلسات المناحة شكرا جزيلا لك من باريس الدكتور منذر ماخوس الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية شكرا يا دكتور حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا الاتحاد الأوروبي يحضر حكومة الليبية على البدء بالإصلاحات الأمنية ويجدد رفضه لكل التدخلات العسكرية الأجنبية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى هذه قصة مئات آلاف من السوريين أهلا بكم من جديد قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله باليحاق أن جلسة مجلس النواب المقررة للثين المقبل لتأدية الحكومة اليمين الدستورية ستكون في مدينة طبرق بدلا من بنغازي من جهتها أعلنت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها ستتسلم مهمها رسميا خلال الأسبوع المقبل الناطق باسم رئيس الحكومة قال أن الحكومة أرسلت إلى المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فائز السراج طلبا لبدء التسليم والاستلام موسيقى موسيقى من جهته قال الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر برلين حول ليبيا يعد إنجازا مهما استطاع توحيد المؤسسات في ليبيا ودعم البلاد إلى انتخابات وطنية تقام في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل بدوره أضاف الممثل الأحلى للاتحاد جوزيب بوريل عن تشجيعه ودعمه لمواصلة البناء والعمل بشكل مشترك مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية العليا للانتخابات داعين جميع أصحاب الشأن الليبي إلى ضمان الانتقال السريع والسلس من السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية إلى جانب ذلك قال بوريل إن كل تدخلات العسكرية الأجنبية تعد غير مقبولة مطالبا المجتمع الدولي وجميع الجهات الليبية الفاعلة الالتزام بالمبادئ والانخراط بشكل بناء بشكل بناء من أجل بناء الثقة مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 مشيرا إلى آليته الخاصة لفرض عقوبات على المخربين المحتملين كما توجه بوريل بالدعوة إلى قيادة حكومة الوحدة الوطنية إلى أظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن بما في ذلك تفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني ينضم إلينا من ترابلس عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية ورئيس الكتلة الوطنية في المجلس ناجي مختار علي ومن بنغازي ينضم إلينا الدكتور فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي مرحبا بكما وأبدأ من ترابلس والأستاذ ناجي مرحبا بك أستاذ ناجي أريد أن أسأل أستاذ ناجي عن مسألة الاستلام والتسليم فيما إذا كانت حكومة السراج استعدت لخطوة تسليم الحكومة والمهام إلى حكومة دبيبة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بك وبضيبك الكريم وبمشاهديك أهلا وسهلا أنا ليس لدي معلومات بشكل كافي عن قرار حكومة تسليم العدم لكن لي تعليق على حضاء ثيق إلى هذه الحكومة من الأصل هذه الحكومة أنا غير مقتنع بالجلسة التي حدثت والتي دارت فيها نقاشات لم تكن إجابات الحكومة فيها واضحة خاصة لأهم الملفات وهو الملف العسكري الذي احتفظ فيه رئيس الحكومة بملف وزارة الدفاع أيضا من موضوع المصالحة الوضنية لم يكن واضحا الترتيبات الأمنية التي أشار عليها الإتحاد الأوروبي والتي هي من أهم مهام هذه الحكومة الأسئلة كانت في مجلس النوب أسئلة إجاباتها غير واضحة وبالتالي أنا استغربت من إعطاء ثيقة أصلا طيب أن تكون هناك إجابات واضحة لذلك أنا أنت معترض على منح الثقة نعم أنت معترض على منح الثقة أستاذ ناجي ولكن من وجهة نظرك وقراءتك يعني بغض الطرف عن رأيك في منح الثقة من عدمه هل وارد أن يكون هناك تمسك بالسلطة؟ أو أن الأمور باتت واقعا من بعض أفرادها خاصة مع الاشتباكات في طرابلس التي جرت اليوم وبالأمس؟ هذه الاشتباكات قد تكون دلالة عكسية لا يمكن أن نفهمها الموافق على التسليم من عدمه لكن التسليم يشترط أن تقوم هذه الحكومة بأداء اليمينة دستورية والتي الآن نفجح تغيير مكان القسم الذي كان مفترض أن يكون في مدينة بنغازي لذلك نشعر أو نلتمس خلافات حقيقية وبنغازي شريك حقيقي في هذه الحكومة وهي تعتبر مركز من مراكز القوة التي تتصارع الآن في المشد الليبي وبالتالي عندما يتم تغيير مكان قسم اليمين هذا يؤكد في وجود خلافات حقيقية مما قد يثير كثيرا تساؤلات حول هذا التغيير نسأل من بنغازي دكتور فرج زيدان الباحث السياسي دكتور فرج ما معنى أن يغير مكان قسم الحكومة اليمينة الدستورية؟ دكتور فرج تسمعني؟ دكتور فرج زيدان الباحث السياسي لا أسمع شيء طيب سأعود إلى ضيفي دكتور فرج بعد قليل ولكن أناقش هذا الملف مع الأستاذ ناجي أستاذ ناجي برأيك وعدم منحك الثقة ورأيك في هذا الموضوع هناك تنبيهات بأن من يعرقل من الأمم المتحدة عمل هذه الحكومة سيخضع للعقوبات من هم الذين سيعرقلون؟ من هم الذين سيتضررون من هذه الحكومة أو عمل السلطة الحالية الجديدة؟ الأمم المتحدة دائما تلوح بالعقوبات والنتيجة أن الأوضاع تزداد سوءا حيثما حلت هذه البحثة أو هذا الإجراء الذي يصدر من الأمم المتحدة ما أريد قوله أن الإجراء الذي بدأت به البحثة الأممية بالبدأ في الحوار السياسي الليبي والذي أفضل إلى حكومة سيد البيبة كانت تشوقه كثير من المغالطات التي تخالف كل الأعراف سواء كان السياسية أو حتى الدولية لكن ما حدث أنه بعد نجحة هذه القائمة في الحصول على الأصوات من الحوار السياسي فجعنا بجلسة للبرلمان طرحت فيها أسئلة كما أشرت أسئلة مهمة لم تكن لها إجابات والغريب أن أعضاء البرلمان الذين سألوا هذه الأسئلة ولم يتحصلوا على إجابات مقنعة أعطوا الثقة كل من شاهد جلسة مجلس النواب إلى ماذا تشير؟ إلى ماذا ترمز يا أستاذ ناجي؟ هل ثم الضغوط على هؤلاء النواب لمنح الثقة؟ نعم هذه الحكومة شابتها الكثير من التساؤلات بدءا من إعطائها الثقة هذه الحكومة تم تسريب أنها حصلت على الأصوات عن طريق دفع المال ثم فجعنا في جلسة مجلس النواب أيضا أنها كانت قابة خاصية وأدنى من أن لا تأخذ الثقة لذلك هذه الحكومة هناك الكثير من الأسئلة تدور حولها الأمم المتحدة لم تقضي إجابات واضحة حول ما وثير من قضايا استعمال المال الفاسد في الحصول على الأصوات ثم جلسة مجلس النواب التي جعلتها مثار للجدل ثم حصل على الثقة بأغلبية هذه أسئلة غريبة نحن نعلم أن مجلس النواب عندما تطار فيها أسئلة المقصود منها إجابات لكن يرفع السقف بأغلبية كبيرة ثم تفاجأ بإعطاءة بالإجماع هذه حادثة تلفت النظر سعد النأب سعود إليك نضم إلينا من بن غازي الدكتور فرج زيدان الباحث السياسي مرحبا بك يا دكتور فرج هناك تخوف من مسألة نقل مكان أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري إلى طبرق ماذا يعني هذا الموضوع جغرافيا أو سياسيا بداية أن أحييك وأحيي ضيوفك الكرام ولكل السادة المشاهدين أهلا وسلم هذا الكلام الذي يقال هو للأسف بمثابة الدعاية السياسية التي لا أساس لها من الصحة مدينة طبرق آمنة ومدينة بنغازي المقر الدستوري والآن يبدو أنهم صنعت بؤر التوتر كنا في غنى عنها كان من المفترض أن يأتي رئيس الوزراء وأن يجتمع البرلمان في المقر الدستوري في مدينة بنغازي يجب على أعضاء البرلمان أن يجتمعوا في مدينة بنغازي وأي إشكالية تحدث بين الفينة والفينة معرضة كل المدن الليبي أن تحدث فيها بعض الإشكاليات لكن هذا الأمر لا يعني اعتبار مثلا أن مدينة بنغازي أو طبرق بأنها غير آمنة إشكالية أن هناك بعض من أعضاء النواب ليسوا حسن النية نقولها وللأسف الشديد ولربما يكون الباعث قدومهم حتى لسرة المصالح الخاصة للتصويت على أعضاء أو الوزارات المقترحين الذين ربما قدموهم هذه إشكالية ومن ثم يجب على أعضاء مجلس النواب أن يحسنوا النواية وأن يأتوا إلى المقر الدستوري حفاظا على الشرعية لكي يكرسوا شرعية دستورية صحيحة القواعد الدستورية تنص على أن المقر الدستوري الدائم لمجلس النواب في مدينة بنغازي يجب عليهم أن يحترموا هذه الاستحقاقات الدستورية لكي لا تؤثر على أي مشروعية قادمة للحكومة المسألة الأخرى نحن الآن لا نريد حالة الزخم الشعبي تبدأ في الفتور شيئا فشيئا لأن هناك أسئلة الآن طرحت ومواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام يتساءل الآن لماذا هذه البؤر التوترة التي تصنع بشكل متعمد من قبل بعض من أعضاء مجلس النواب أم أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة القادم هناك من يضغط عليه لعدم التوجه إلى بنغازي أو طبرق هذه أعتقد بأنها إشكالية ستظهر في الأوقات القديمة أتوقف يا دكتور فرج مع النقطة التي أتيت عليها بأن بعض النواب استطاعوا خلال التصويت الأخير منح الثقة والآن الدور ينتهي عند هذا الموضوع لن نذهب إلى بنغازي لن نعطي إشارة بأننا نرضى بالسياسيين أو السلطة القائمة هذا ما أفهمه منك لا لا هو الإشكالية في ماذا لأن هناك من يريد الاستمرار في أن يكون البرلمان الموازي في الطرابس موجودا هذا ما أقصده بأن بنغازي تعني الكثير يعني رئيس البرلمان إنعقاد الجلسات وبالتالي نحن صوتنا على الحكومة وأتينا ولكن الآن عندما نذهب إلى بنغازي هذا يعطي شرعية كبيرة للبرلمان الموجود وعقيلة صالح هي موجودة شرعية ولكن بطريقة غير مرضي عليها من نواب بعض النواب من طرابلس صحيح صحيح أولا لما زالت هناك خصومة مع رئيس المجلس الرئاسي عقيلة صالح وهناك جزء من هؤلاء النواب يريدون إخصائه ولا يريدون أن يجتمعون تحت قبة البرلمان برئاسته ولذلك هذا الأمر يطرح بأنهم قد أتوا إلى سرط لأمر يتعلق بمصالح ضيقة خاصة لمنح الثقة لأعضاء من الحكومة الذين هم اقترحوا بعض من أسمائها لكنهم لا يريدون أن تكون هناك اجتماعات أخرى تحت رئاسة عقيلة صالح وفي بنغازي وفي طبرق فهذه إشكالية فيبدو أن رئاسة البرلمان عندما قالت ستكون جلسة منح الثقة في طبرق يبدو أنها تريد أن تخفف الضغط أو انتقادات أو بعض مطالبات من أعضاء مجلس النواب في في الموازي في طرابلس لكن أنا في تقديري بأن هذا الأمر ينم عن إشكالية ستظهر هناك عدم حسن نية كما قلت لك من قبل أعضاء مجلس النواب أنا لا أعلم لماذا نحن الآن مقدمين على حقبة جديدة وعلى مرحلة جديدة تقوم على التعايش والتسامح وأن تكون كل المؤسسات لكل ليبيد لماذا يستمر بعض أعضاء مجلس النواب في تقديم حساباتهم بالنصف دقيقة تسمح لي يا دكتور فرج بالنصف دقيقة المتبقية أستاذ ناجي هذه الأجواء التي وصفها الدكتور فرج بأنها عدم وجود نية صافية إلى أي حد تؤثر على العملية السياسية الجديدة في ليبيا أنا يا سيدي ذكرت لك أن خطوات تكوين هذه الحكومة شبطة كثير من التساؤلات حتى جلسة سرطة التي أشار عليها سيد فرج لم يأتي إليها كامل أعضاء البرلمان هناك أكثر من أربعين عضو تغيبوا وهذا يفهم رأي سياسي غير مقتنعين برئاسة البرلمان وأيضا غير موافقين على الطريقة التي يتم بها هذا الإجراء ولكن كان هناك دفع في اهتفاقها نعم أشكركم من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية ورئيس الكتلة الوطنية في المجلس ناجي مختار علي وأشكر كذلك ضيفي من بنغازي الدكتور فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي أطلقت سلطات السودانية سراح شيخ موسى هلال أحد كبار الزعامات العشائرية في دارفور وأشار موسى هلال في تصريحات للحدث بعد خروجه من المعتقل إلى ضرورة إجراء مصالحات واسعة تضم كافة الكينات السياسية والقبلية مضيفا أن الإدارات الأهلية لعبت دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بينه وبين بقية المكونات بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الاعتقال أطلقت السلطات السودانية سراح الشيخ موسى هلال الذي عتقل في عهد البشير زعيم قبيلة المحاميد استعان به البشير في حسم تمرد الحركات المسلحة وقت ذاك يحدث خلاف بينه وبين البشير ليتخذ بعدها موسى هلال موقفا واضحا من البشير وطريقة حكمه للبلاد يخرج الشيخ من الاعتقال وفي جوفه حديث عن ضرورة الوصول إلى وصفة تعجل بتعافي البلاد من القبلية الضيقة السورة بتاعة ديسمبر لما قامت كانوا طارحين مصالحة رواندا أنه صلح أبيض ما يعزل زون في إنسان يكون خارج المصالحة السودانية فعليه أنا حقيقة رسالتي لكل الشعب السوداني أنه مثلا الدكوز ودشويعي وده مش عارف المشاكسات السياسية الفارغة دي الناس تخلوا عنها مساع حثيثة بذلتها مكونات عدة لإطلاق صراح الشيخ موسى هلال لا سيم الإدارات الأهلية في إطار مصالحات اجتماعية مع كافة الأطياف التوجه في السودان أنه السلام والسلام بدون مصالحات ومعافاة وأتآخي وده أصلا ما يبقى سلام أصلا فنحن الآن التوجه والخطة المستقيمة للناس الآن متكيمة عليه كدولة وكسياسة الدولة اللي هو برنامج السلام الحديث لم ينقطع عن القوات التي تتبع للشيخ موسى هلال والموجودة على الحدود السودانية الليبية وعن مصيرها وكيف سيتم التعامل معها بعد التوقيع على اتفاق السلام أنه قايد قومي وله روية متكاملة فيما يتعلق بالشأن السوداني عموما من المفترض أن يدرج ضمن عملية السلامة التي تمت في جبه باعتبارها حركة مسلحة إطلاق صراح الزعيم العشائري موسى هلال خطوة يراها البعض بأنها تفتح بابا للمصالحات الاجتماعية الواسعة وتداوي جراحا قديمة لطالما عانى منها الإقليم محمد عثمان الحدث الخرطو بهذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية الساعة الثانية من حدث اليوم ناقشنا في الساعة الثانية ملف ليبيا وآخر مجريات العملية السياسية في هذا البلد نشكركم على حسن المتابعة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة